زي ما قلت لكم على مستوى الانتصارات المتتالية للنادي الآهلي في موسم واحد في الدوري تعال أقول لك قائمة بالانتصارات المتتالية القائمة التاريخية اللي تصدرها النهاردة مارس الكلر مع منو الجوزيت منو الجوزيت في موسم 2004-2005 17 مباراة متتالية مارس الكلر موسم 23-24-2017 مباراة متتالية لني Medienweiler موسم 2019-2020-2016 مباراة متتالية حسام البدري 16 مباراة متتالية في موسم 2017-2018 والآن مارسي الكولر لديه الفرصة في المباراة القادمة لكسر هذا رقم الانفراد بالقمة دي حكاية حكاية تانية النهاردة كانت في لقطتين النهاردة في المباراة هتكلم على الأولى في لقطة في الشوت الأول محمد مجدي عفواً إمام عشور وقع بعد ما محمد بسام شاط الكرة وجات في دماغه فوقع ويبدو كأنه إيه داخ فوقع وقع كده تخض إمام عشور كلنا تخضينا اللقطة اللي بعيد بقى عن الخناقات والمشاكل والكسس والحكايات بص اللقطة وبص مين أول واحد جري على إمام عشور بسرعة مش طبعية بص 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 محمد معروف بص الحكم بص الحكم اجري 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 ومش رايح بس بص لأ ده نازل يمسك بقه ويتطمن عنه مبلعش لقدر الله لسانه بص راح اتطمن عليه خلاص أنا تمام مفيش حاجة لسانه تمام مفيش مشكلة الجهاز الطبي يتحرك ويشوف وجهاز الطبي لمين بقى؟ للسيرامية كليوباترا كان هو اللي بيسابق قبل جهاز الطبي للنادي القلي دي الرياضة بقى ودي الكورة ودي المنظر الحلو ودي بقى اللي بعيد عن المشاكل والخناقات والكسس والحكايات عشان هاجي بعد شوية للكسس والحكايات بس دي اللقطة اللي احنا عايزينها في الرياضة دي اللقطة اللي عايزينها في الكورهات ليه لقطة محمد معروف تاني؟ كانت محمد معروف الحكم المحترم وهو بيجري على إمام عشور ضرب سبرينت هو آخر واقعي بص في مجموعة من اللاعبين هوا قريبين من إمام عشور هو خد باله بص 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 اللي قبل لسه مشغولة في الكوره الحكم لا لا تعالوا الجهاز الطبي بسرعة وبيجري ضرب سبرينت يتطمن على إمام عشور أول حاجة عمالها ميسك بقه عشان يشوف لقطة ضلالة وبلع لسانه لقطة حلوة حلاوة هو بقى نسق أنا ده مش دوري أنا مش كحكم أنا هنزل لبص على اللاعب ماله خد بالك ده مش دوره هو دوري الحكم ينده لجهازه الطبي بس هو بينقذ بني آدم هنا بقى عدينا مرحلة الكورة وعدينا مرحلة الرياضة ودخلنا في المرحلة الإنسانية عشان بس فيه نقطة كده إيه ما بعرفش عديها ولما بصدق أشوفها ما يجدبش عليك يعني أحب أنا المشاعر دي وأحب الإنسانيات دي عشان بعدها بشوية فيه لقطة اللي احتسب فيها ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي ضد سعد السمير مع وسامة أبو علي والفار استدعى الكابتن محمد معروف الكابتن محمد معروف احتسبها ضربة جزاء في لحظتها وبعد كده الفار استدعى عشان يتأكد من اللقطة ورجع أكد إن هي ضربة جزاء جاز الفني لسيراميكا كليوباترا من برة نده للعيبة لعيبة الفريق سيراميكا كليوباترا وقال لهم يلا يلا إيه ننسحب بالمناسبة الراجل ده محترم جدا من الناس المحترمة جدا في رياضة كابتن معتظر بالطاو بالمناسبة يعني وانا بتفاهم على فكرة فكرة الأدرينالين اللي ببقى عالي أو في مباريات زي كده بيخلي الناس ممكن بعصبيتها وتوترها تخليها تاخد كهارات ممكن بعد كده يقولوا ما كانش مفوض نعمل كده بالمناسبة يعني دي الرياضة ودي لعبة الكرة الكرة تحديدا يعني بس ليه ليه انا متأكد ان السيراميكا كليوباترا بعد المباراة بغض النظر سواء ضربة الجزاء صحيحة او مش صحيحة انا ما بقيتش رائف دايما في القرارات التحكمية هتولي يا جماعة كابتن جايت برضو يأكدهلنا او ينفعلنا انه بغض النظر انت طلعت فرقاتك بره المباراة يعني الاهلي رح سجل هدف التاني والفرقة خلاص طلعت بره المباراة فخده التالي وخده الرابع بعد كده وجهاز التفني طلع بره التركيز واللعبة طلعت بره التركيز وسيراميكا فرقة محترمة جدا 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 عادي كم ممكن يتعادل مع النادي الاهلي بس انت مش هترجع صفارة الحكم يعني بعد ما راح الفار ورجع خد قراره هو مش رجع في قراره فليتطلع نفسك بره التركيز ده ببساطة شكرا